طيب أنا عايز بس أتكلم مع حضراتكم في مباراة الأهلي والهلال بكرة إن شاء الله ساعة عشرة مساء على استاد الأهلي والسلام مباراة لا تقبل القسمة على اتنين لا تقبل القسمة على اتنين يعني يعني النادي الأهلي عنده فرصة الفوز إن شاء الله في هذه المباراة وأيضا عنده فرصة التعادل في هذه المباراة عشان تضمن التأهل لو لقدر الله لقدر الله حصل هزيمة فنادي الهلال لو كسب يعني النادي الأهلي النادي الهلال كسب النادي الأهلي نادي الهلال سيصعد إلى الدور التالي وبالتالي مباراة مهمة جدا ومباراة صعبة جدا الهلال مش داخل يهزر الهلال مش جاي يلعبك عشان يهزر ولا يضحك لا الهلال جاي يلعبك عشان يكسبك خلي بقى لحضراتكم الكلام ده كويس جدا وكل اللاعبين عندهم معرفة كبيرة جدا بهذا الامر ان الهلال مش جاي يهزر الهلال جاي يكسب النادي الاهلي علشان يصعد للدور القادم وحقه حقه مية في المية ان هو عايز يكسب النادي الاهلي علشان يصعد للدور اللي جاي احنا نعمل ايه احنا كنادي اهلي نموت نفسنا ونعمل كل الاشياء اللي تقدر تخلينا ان احنا نكسب المباراة بكر محدش يفكر في قصة التعادل دي خالص نادي الاهلي في المركز الثاني برصيد سبع نقاط والهلال ايضا في المركز الثالث برصيد اربع نقاط المريخ خلاص خرج رسمي من البطولة بالخسارة اليوم امام سانداونز 3-0 طيب خلونا نتكلم مع حضراتكم عن سيناريوهات التأهل عشان بس تعرفوا صعوبة الموضوع وإن اللي بيحصل في دوري ابطال افريقيا الاهلي سيواجه في الجولة الاخيرة بين دوري المجموعات بدوري ابطال افريقيا فريق نادي الهلال وتبقى جميع الاحتمالات مرهونة بمباراة الاهلي والهلال لا يحتاج المارد الاحمر لأكثر من التعادل للتأهل ربع نهائي دوري الابطال في هذه الحالة سيرتفع رصيده ده اسوأ الظروف يعني اشتبوا حضراتكم عارفين اسوأ الظروف انه التعادل يرتفع رصيد النادي الاهلي الى 8 نقاط ويتوقف ويرتفع رصيد نادي الهلال السوداني الى 5 نقاط وبالتالي يصعد النادي الاهلي كثاني عن هذه المجموعة طيب لقدر الله خسارة النادي الاهلي توقف رصيده عند 7 نقاط ويتساوى مع الهلال في النقاط وحينها الاهلي او النادي الهلال سيتأهل لانه هيكون عنده الافضلية لانه هيكون فاز على النادي الاهلي فلان احنا تعادلنا طبعا مع الهلال السوداني في السودان سلبية برضو مهم جدا 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 نبقى عارفين كل هذه الاحتمالات علشان ما حدش يجي بكري يقولك اصلا احنا بنلعب الهلال يا جماعة يلا خلينا نفكر في الدور اللي جاي وإيه اللي حيحصل في الدور اللي جاي والكلام ده كله لا مباراة صعبة والهلال جاي يكسبك وعايز اقول لحضراتكم ان هناك دعم مادي ومعناوي كبير لنادي الهلال من مجلس ادارتهم وده حقهم 100% كل الانديه عايزة تيجي تكسب النادي الاهلي كل الانديه عايزة تيجي تكسب بطل افريقيا كل الانديه عايزة تيجي تكسب النادي الاهلي بدون اي شك محدش فينا يفكر ان بكري الهلال ماتش سهل هي مباراة صعبة وصعبة للغاية